فصل دراسي واحد ومدرس واحد فقط مفارقة لم تحدث في القرن الواحد والعشرين ربما إلا في قرية مسيلة الأحرار في أقاس محافظة حضرموت عبدالعزيز هو المدرس الوحيد في مدرسة حضف إحدى قرى مسيلة الأحرار شرق محافظة حضرموت منذ عامين يشرف المعلم المتفاني على تعليم أكثر من 27 طالبا فقط فجميع الطلبة هنا في صف دراسي واحد بالرغم من فارق العمر بينهم يبذل عبدالعزيز تدريس جميع المواد المقررة تقريبا بعد أن اعتذر جميع المدرسين على التدريس بهذه القرية النائية الغائبة عن الجهات الرسمية والمفتقرة لأبسط المقومات من المياه الصالحة للشرب والخدمات كالكهرباء والصحة والطرقات في مدرسة تتكون عددها من 27 طالب لكن هناك عندنا فيه أنقص نقص بالنسبة للأمياز الكراسي نقص كارات في الكتب وحتى كارات لما يعني قلم ينقص علينا من الطلبة يعني إلى بعد سبوع حادي يروحنا على حظرموت ويجيب لنا قلم سواء رصاص والله دفتر أي شيء من نوع هذا عندنا يعني حاية ماسة وطلبة يعني محتاجين للعلم مشكلة عدام البنية التحتية والنقص الحادي في المدرسين والأدوات التعليمية ساعدوا بشكل كبير في تأخر التعليم بهذه القرية والقرى المجاورة فهذا الفصل الدراسي الوحيد فقط يعود الأحد فاعلي الخير من أبناء القرية بالرغم من الحاجة الماسة لوجود مدرسة مكتملة والمطالب الملحة من قبل الأهالي للحكومات المتعاقبة ببناء ولو مدرسة متواضعة ونحن حايتنا بالمدرسين وبالكتب والصحة والطرق الذي عندنا مسكر هذا الحين في وقت وقت يتشور ويوسيون سكر وتبند الطرق كلها محمد أحد الطلب استطاع كتابة اسمه بعد أن أخفق بكتابته في عدة محاولات ولا يزال غير مضبوطة الشكل إلى جوار رفيقه حسين الذي يبلغ من العمر 14 سنة هو الآخر ما يزال يبذل جهدا على تدوين اسمه أيضا في صفحة مليئة بالمحاولات فاضطر لكتابته هنا نماذج من حالات محدودة حضيت بمحاولات رسم الخط واستطاعت بينما آخرين لم يحالفهم الحظ بهذه الفرصة في واحدة من أفكار مناطق البلاد حدد مساعد قناة بالجيس حضر موت